اشتركوا في القناة في المناطق التي يستوطن بها المرض عن طريق وخذ الأشراك المرض الميستوما يستوطن بصورة أساسية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وفي أفريقيا يعتبر السودان من أكثر الدول التي ينتشر فيها المرض الميستوما مرض مزمن وطويل النفس وإذا لم يتلقى المرض علاجا مناسبا يؤدي المرض إلى تلف أنسجة العضو المصاب والذي يؤدي إلى الإعاقة والتشعور وآخرا يكون البك الزراحي وليهوات النظر يقول نشرة الزراحة هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدى من تقدم هذا المرض السرطاني بالمغن من الآثار السلبية والاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها المرضى وزويهم ولما زاد من خطورة المرض أنه يصيب أكثر قطاعات المجتمع الفاعلة وهم الشباب فالمرض أكثر ما يكون ما بين عمر العشرين والأربعين وعادة كل فئات الاجتماع معارضة للمرض لكنه أكثر تشارا بين عمال الزراعة والرعي والطلاب زي المستوى الاجتماعي والمادي الضعيف ونسبة للعجز والإعاقة الذي يتسبب فيها المرض عادة ما تكون السبب في فقدان الوظيفة أو توقف عن الدراسة أو العمل في بداية تطور المرض وفي مراحل الأولى يمكن استعمال الجراحة بسهولة لإيزالة الأنسج المصابة قبل انتشار المرض ولكن في أغلب الحالات ينكث المريض إذا لم تصاحب الجراحة العلاج بالأدوية المضادة للفطريات والبكتيريا إن تشخص المبكر للمرض والعلاج التوائي المنتزم وتدخل الجراحة في الوقت المناسب كفيل بتوفير العلاج الناجح لكن المشكلة تقبل في أن مرض المايستومة يصيب الطبقات الفقيرة في المجتمع والأدوية المتحة للعلاج ضاهبة السمن فعلى سبيل المثال تكليفة علاج لمريض واحد وصاب بالمايستومة الفطرية تبلغ أكثر من ثمانية ملانين جلاه سوداني في العام الواحد وهزب الطبع فوق المقدرة موسيقى مركز أبحاث المايستومة معظم الدراسات والأبحاث في مجال علاج المايستومة تم إجراؤها في السودان على أيدي علماء سودانيين وعلى حد معرفتنا لا يوجد في كل العالم مركز متخصص في علاج وأبحاث المايستومة هذا المركز تم إنشاؤه في عام 1991 لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والإشراف على تدريب الكوادر الطبية في مجال المايستومة كما يقوم مركز أيضا بالتوعية الصحية وجنك بالمشاركة في المؤتمرات العلمية ونرش العمل والسيبيرات ونشر وتبع الكتب والموثقات وغيرها مركز أبحاث المايستومة جامعة الخرطوم هو مركز بحثي يخصص في علاج مرضى النبط الفطري أو ما يسمى بالمايستومة ويعنى بجراء البحوث العلمية في هذا المجال ويهتم بعلاج المرضى ويحاول إيجاد الدعم المنادي المناسب لعلاج هؤلاء المرضى مجال المركز تم إنشاؤه في 1993 في الخرطوم سبما انتقل إلى مسحة سيسوبة الجامعة هذا المركز له علاقات طيبة مع العديد من المراكز البحثية بالسودان وخارج السودان تم إجراء العديد من الأبحاث عن هذا المرض والمركز بالإضافة إلى جامعة الخرطوم سوف يساهم في قيام المؤتمر العالمي الثالث لداء النبط الفطري إن شاء الله في الفطرة من 3 إلى 5 فبراير 2022 يشرف المركز على عدد من الأبحاث في مجال التشخيص والعلاج بالتعاون مع عدد من المراكز المحلية على رأسهم معهد الأمراض المتوطنة لجامعة الخرطوم في خلال السنوات القليلة السابقة تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 2111 مريضا في عيادة المالي الثالث للمستشفى في هذا الجمع معظم هؤلاء المرضى كانوا في العهد الثالث ورابع من الأمر وأغلبهم كانوا حالات متقدمة نسبة لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة في مراطقهم التي يعيشون بها 25 من هؤلاء المرضى تم بطر أطرافهم كنتيجة لهذا المرض ويتكون المركز من عيادة خارجية وملكين من كل زبان وفيه حوالي ثلاثة علاق مريض لمصابين بمرضى مطل فطري كما للمركز عمبر الرجال وعمبر الحريم كما له معمل حديث في مصيفة سوب الجامع المركز له أيضا معمل تخصصي في محل الأمراض المتوطنة في عمد خرطوم وهو إبارة عن عمل مشترك إلى المركز وين المحل في العديد من الباحثين يعملون في هذا المركز للتحضور لدرجة الدكتورة ودرجة الماجستير العاملين بمركز ابحاثة الماجستورة اشتركوا في القناة 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 المرض مما سوف يجند عدد كبير منهم عمليات بطر الأطراف وذلك ثوف يكون له انعكاسات إيجابية منها بالحفاظ على أعضاء المجتمع الفاعلة وتقليل نسبة الإعاقات والعاجزين عن العمل النتيجة المتوقعة في المشروع سوف تقوم عيادة أبحاث الميستونة بمستشفى سوبا الجامعي بعلاج المرضى لمدة 4 إلى 8 أسابيع ثم متابعة المرضى في العيادة الخارجية مدى العمر عدد المعوقين والعجيزين عن العمل سوف يقل وبما سيكون له ألبن إنعكاسات طيبة على المجتمع سوف يتم تقييم الأدوية ومدى فعليتها في علاج الميستونة عن طريق دراسة سجلات المرضى الذين سوف تتم متابعتهم في العيادة الخارجية على فترات منتظمة احتياجات المشروع يحتاج المشروع لأدوية لعلاج ألف مريض بمرض الميستونة الفطرية باستعمال عقار أتراكونازولي لمدة سنة وعدد خمس مئة مريض بالميستونة الفطرية باستعمال عقار كيتوكونازول لمدة سنة كما ينصع المشروع أيضا لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج الميستونة البكترية لعدد ألف مريض لمدة سنة اشتركوا في القناة هذا التصور مقدم لمركز الميستونة بمستشفى سوب الجامعي لكل الخيرينا في داخل وخارج السودان لتقديم يد العون لتوفير الدواء المجاني لمرض الميستونة ترجمة نانسي قنقر